سلام عليكم سلام الخير كيف الاخبار صوت واضح يا اخوان ولا لسه? تقطيع واضح اه الناس السامة يعني صوت واضح يا افتاريو جانا اه مصعب كمال كيف الاخبار النيل محمد البدوي متفالة بالله احمد الطيب ابو القاسم احمد عطبرة كيف الاخبار انا اختفيت هزول هند فضل الله نوها محمد لا شوق الريد حبيبنا ابو القاسم كواله برا ما ظاهر لينا اللي شعر نيري ما ظهر عندي الاشعار بتاع الله بذاته انا الزمل على عبدالعوت اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم جناب المواطن حاتم عبدالله كل الشوق والله مرتضى امين انا قاعدة مرتضين تلماف كيف اخبارك سليمان هجانا محمد نور سامي احمد استامل الغضب اركو اركان اركان كيف الاخبار بكر بكر الفابي عبده عطور كريمات دونقلاوي عليه افضل الصلاة والسلام نجال الكهروري رحال حسب يوسف انا بس محتار انا يعني ما في شعر بنجي بتاع الله حزيف السيد كيف الاخبار شهد الشيخ ناجي خدر نجلاء فضل الله اسماعيل صلاح ادم فاتح عبد الرحمن دفع الله بويسر ما زال السؤال غايم لماذا ما عندي اشعار بتاع لايف اوكي انا انا ذاته ما مهم ما اجلك ها 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 ماساutable من يشعروا من بوضع المب Sudan انا ذاته ما يجيني موسيقى 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 وبتتحدى انه هي اكتشفت السلاح حق الزول وكذا فعشان تعرف انه احنا عايشين في فوضى على التوقيع صوته كان منشاز يعني معلومات زي دي تسربت وتسربت بطريقة يعني ما دار ما دار ما دار مجهود يعني يعني زي هي الدولة همها تكشف الجاني بيطلع المعلومة دي بيطريقة واضحة موسوغة معروفة الصوت بيقطع انا ظاهر انه في تقطيع ما خلاص هو اللايف بدأ هيدعوه رقوفي وكذا انا شخصيا لحد دي ما بس العلامة بتاعت اللايف الحمرتي اختفي بسكت لكن ها هكون بتكلم فيما في مهم موضوع دا ما ها قد قطع اللايف فانت لو لاحظت المعلومات دي طلعت هم قاع مدينة في قاع المدينة يعني قاع القاع يعني ناس مثبت عليهم سوء السلوك والاخلاق بادلة وبراهين وفيديوهات وهم بيدعوها وما بخجلوا منا وما بينكروا للحاجات دي او انا بتكلم عن زول تحديدا بعدين انتشر الموضوع دا كانوا السيدينه قاع المدينة قحت التسعة وثلاثين اللي هو ما كان عندهم حاجة تكلموا فيها الناس بتتكلم عن تسوية معنا تسوية بيحتوا دماء الشهداء ما عارف القضاءة الاساسية فهم ما كان عندهم حاجة تكلموا فيها في الاسبوعين الفاتتة ما في زول تخصص في الموضوع دي اللي التسعة وثلاثين اللي هما ما عندهم اخلاق يا اخوة نفترض انه العملية دي حصلت بنفس التصوير اللي انتو قلتوه انت المعلومة دي وصلتك كيف تحقيق موقف السودان كله على رجل يطلوا عليك من المباحث نوع السلاح ورغم الرصاصة يدوك لا كيف دا السؤال هنا فلما الناس يبيجوا اهل الشهداء ديل يتكلموا في الاعلام يقولوا والله حنرفع قضايا وحنلاحق الناس اللي تكلموا وبذلوا التهم جزافا وشوهوا سمعة ابو الشهداء لا لا كيف هنا هو اول حاجة المعلومة دي طلعت صور بتاعت التشريح من المشرحة منه عنده لي الصور دي منه الماسك الورق بتاعت المشرحة الديت لمنه دا السؤال الاول الشرطة تحقك في الاختراق دا الشرطة اللي هي همها في الاساس انا ما بقدر اعرف المجرم منه انا كمواطن عدنا الموضوع دا عشرين الف مرة من زمن المغدور حمدوك عليه من الله ما استحق قلنا احنا الزول ممكن يكون ماشي في الشارع زول عادي يطلع جيمسيري يكتل الناس انا ما بقدر اضمن ما بقدر اعرف احنا اربعين مليون احنا اربعين مليون سوداني اربعين مليون فينا نسب بتاعت جرائم ممكن تكون جديدة جرائم مكررة جرائم عادي الحاجة دي المفروض انا حسبي امان وين الزول اللي بتفعلك جروش منه اللي بقدر اعرفه في الشارع لابس كاكي دي زور اسم الرجل الغانون لبسه كاكي ليه عشان اقدر اميزه في نص الناس اسمع معليش سلام عليكم جنابه يا اخنا حصلة ليه مشكلة الحقني انا قاعدة اتفعلك جروش ايجري وراك ويحصلك اذا الشرطة هي بيقى تتعامل بنظرية انه والله نشويها المجتمع نخوف الناس نرعبهم انتو طلحتوا المعلومة ورقا لسه المباحث شغالة عرفت نوع السلاح جوالبيت وديتوه لقاع مدينة العلاقة بين بين قاع المدينة والشرطة شنو وزارة الداخلية هل في امل في الدولة دي تقوم بالطريقة دي لا ما في امل طبعا عشان كده قلنا ثورة تنظف تنظف كلها تتقفل وزارة الداخلية والله يا اخي الشرطة بتاريخة تاريخة ياتو تاريخة ياتو تاريخة فيها تجريمة كده تطلع لي أسي دفاترك وريني حلت كل الجرائم المعقدة التي حلت أسي ديتح اللي ليه الجريمة دي البدي في صفحتها جابت معلومات من داخل المباحث لا والبوستة البعضي وبتتحدى والله هنا وريكم كلامي طلع صح يعني واسغة جبت الكلام ده من وين انت جبت الكلام من وين يعني حسي انت المجتمع الآن ارتاح ليه لانه والله يا اخي 90% المجرم عرفناه بناء على كلام قاع مدينة انا بسميها قاع المدينة هي ولا احنا القاع المدينة احنا قاع المدينة احنا البناخد معلومتنا من دي اه اسمعي ما في جديد اخبارك شنو عليك الله يا اخ عندك حاجة كده ارسل لك في الخاص للتعليقات بتاعت الرجال كبر ده المجتمع حسي ارتاح انه والله خلاص يا اخي قالوا الابو هو العمل بناء على كلام منه قاع مدينة وتجي تقول لي والله نسخ في شرطتنا ما بسخ في شرطتنا أنا ما بسخ في هذا كاكي بتاع دعمي سريع كاكي بتاع جيش كاكي بتاع لانه هم شاركون صرفه في السورة دي عشان يأمنوا البلد من الانفلات الامنة والقضايا الكبيرة اللي بتحصل الشرطة طرف فيها الاعلام طرف فيها والصحفيين يشكروا في قاع المدينة يقول ليه يقول ليها او يقول ليه والله يا اخي تدائما بتجيب من جوة جوة هاي ورينها صاحبي الناس جوة جوة دي نحن جبال الاعرافة النار الجهنم جوة جوة تخشوا جوة جوة دي ذاته قاعد راقت في البيت عليكلا قديني من جوة يا صاحبي قديني من جوة يا صاحبي قديني من جوة ادوك شنو من جوة انت والنفطرد قدوك من جوة قدوك معلومة هاي بعدين ورينا دورك شنو اقسي كل الاسران متاحة ومباحة ومستباحة جدامك الدولة اللي بحصل فيها اجتماعات سرية والروكا هو بعدين دوركشن ولا هي حاجة في حاجة جديدة قالوا في جريمة في الحتة في مدرمان خشوا الناس كتلوها كتلوها ناس الحركات كتلوها ناس الحركات موضوع خطير طبعا ليه انت قلت الحركات ما قلت كتلوها مشجعين المريخ تفضل هناك جاوب لانو انتو عنصرين غلط لانو انتو بيسجنكم اللون الاسود ده معناه هو الها مش اي زول لا غلط غلط الحركات المسلحة جماعة مجموعة من العصابات بجماعة مصلحة اخترت اطار ثوري حركات مسلحة كانوا بنهابوا بقطعوا الطريق والدعم السريع ابدا shares نهابا لحد الان بنهابوا السورة والسروة والدولة والدولة والسلطة وكل حاجة بتنهابا طيب انتو كلامكم ما هيصير فتنة في البلد يعني اي جريمة تحصل تيجروا للدعم السريع او تيجروا للحركات المسلحة كلامك صحيح واحتراضك مقبول وأنا أتفهم وبحصل إصغاط لإغليم معين عشان الحركات دي منه كلامك صحيح الحركات المسلحة احنا اتهمناها ليه والله لأنه في جرائم حصلت قبل فترة منها جريمة بتاعت عصابات بتخش بيوت حلو بحصل شنو والله لابسين كاكي وتاني فيه الناس ما لابسين كاكي بيجوا 9 أمفار بي بوكسي صح؟ لقينا في البوكسي بطاقة بتاعت حركة مسلحة حلو حصلت العمل ادي كم مرة؟ 20 مرة طيب الدولة صرفت في الموضوع كيف؟ ولا حاجة القضية اللي كان فيها واحد من قادة الحركة الشعبية اللي هو اتضح انه عنده اتصال برئيس جماعة 9 طويلة طلع مش جابه زول وياسر عرمان قال زول ده ما زول غايد في الحركة الشعبية انا احنا ما نقول اسمها جابه بل كاكي بتاعه حلو الجريمة دي حصلت قبل 7 شهور او 8 شهور ماذا فعلت الدولة؟ ولا حاجة ليه ما رسلوا المعلومات دي من جوه يا ناس المباحس اللي قاع المدينة بتاعاتكم دي عشان تطمين المجتمع ما برسلوها لانه الموضوع ده هو دار انه يمشي فانا عشان كده والله المره دي اللي قلتت فكل وارد في الحركة الشعبية الحركات المسلحة بما فيها الجيش طبعا الجيش حركة مسلحة نعم الجيش ذاته حركة مسلحة والشرطة والشرطة ذاته حركة مسلحة فعشان كده بيتبادر لي زهني والله ده الحركة تسعة انفار اي عصابة اي راكبين تاتشير ولا بوكسي ما هو حس عندنا قضية بتاع الزول صادروا منه بوكسي ناس الدعم السريع وما رجعوا عليهم انا هفتح الموضوع ده يا اخوانا بعتزر للناس اللي عندها قضايا وملفات كبيرة وعدتهم خير انا عند ظروف بقدر مرة اطلع لايفين مرة اطلع لايف مرة اطلع ربع لايف لكن هرتب نفسي ان شاء الله حواجه المسألة دي انا معاي منه والله انا معاي ربنا في المقام الاول طيب انا بوجه رسالتي لمنه هل انا بعادي الدولة لا انا بوجه رسالتي للناس ما انا دار وعيك انت انا انا مستهدفك انت توعى انا واحد ما بقدر اواجه السلطة رقبة دبابة وشايلة طيارة وعندها كلاش انا ما بقدر اواجهها لكن لو انت وعيت وصحيت ووقفت معاي بنقدر نواجهها هو انت الحدث فعلت من في النهاية واحنا في صراع بين من ومن ومن انا والسلطة في صراع فيك انا بوعيك هما بطفلك عينك اسمع صرفة هو حقيقة يعني الان بنشعر بامان بشنو والله احمدتي يعني اه انت انت موضعك منتح انا بينه وبينك كان اربع سنين كنا ماشين كويسة ستة انهرتة انا هشتغل ثاني انا فاضي لك اصلا زاتي فلنرجع للموضوع علاغتنا بالحركات المسلحة علاغة سيئة حصلت قضايا نهب سرقة فساد اغتيالات في دارفور بداية الحركات المسلحة حرق غورة ماش جيش بس ولا الدعم السرح حركات مسلحة اصلا كانت بالصف في حسابات يطلعوا ينكروا الكلام ده هو الكلام ده مثبت وموجود بتحقيقات وبالاسافير ما للدنيا يعني موجود يعني فعشان كده تصور الناس في العواصم والحواضر والمدن دخول الناس بطريقة غير غانونية لحد 2020 شهر 9 الحركات المسلحة مصنفة متمردة على الدولة الدولة بتاعت الحكومة المدنية زاد قبل الاتفاق بتاع جواه فدخلوا العاصمة بقواتهم دخلوا تحت اتفاق اسم ترتيبات امنية ما حصلت الترتيبات الامنية ما حصلت الترتيبات الامنية ناس ماشيين فوضى ممكن اي زول الدعي الحركات المسلحة نفسها بتطلع مؤتمرات صحفية بتقول شنو بتقول يا اخي فيه ناس بيلبسوا الكاكة حقنا بيشيلوا بطاغاتنا بنفذوا عمليات جرامية ليه ما بيلبسوا هدوم الهلال والمريخ ما معروفة ومألوفة للناس لا بيلبسوا حقكم ليه انت اساسي زول مجرم بتدخله بتطلع ساي ما منضبط ما في حاجة لاماك ما في دستور ما في غانوم ما في جهة عليا تسألك فاي زول دار اعمل حاجة غلط بالبس كاكك انا ما اقدر دواقع ما حقدر عشان ما تقول متحامل عليك وغير وغير فزهرت الجريمة حق تمدرمانة طبيبة دي اول كلام طلع انك تلوها ناس حركات مسلحة والناس سكتت الناس اصلا شايلها معاكم لانه انت وجودكم غير شرعي دخلت بطريقة معينة انك تعمل ترتيب دم وتسريح ما عملته الان انت قاعد بطريقة غير شرعية فانا اصحى الصباح بسم الله الرحمن الرحيم من ناوي كتل الزول في الشارع ما في زر يترضلي عقار كتل الزول في الشارع بشراكة البرهان لانه ما حاسبه وشراكة حميدتي لانه ساكي الساي وشراكة مدير عام الشرطة ووزير الداخلية جرائم بتطرح قدامكم لانه وراها حركات او جهاد عليا هنفتح ملفات ضخمة جدا طبعا في تصفيات كتيرة زمن ده زمن الفوضى عندك زول اللي معاهم مشكلة اي تمشي تضيطلقه وتقول ده حركات زمن الفوضى الفوضى دي ماشا انا بقرأ في تغرير قال التسوية ماذا تعني كلمة التسوية بسم الله الرحمن الرحيم سألناه هنا اخوانا عرفوا لينا التسوية وتبنوه يعني زول يعرف يعرف التسوية ويتبنى التعريف لكن ما في زل دار يعمل الحاجة دي قال هنا تسوية سياسية نمشي وكبيديا الترضي او التسوية في سياق دولي هي سياسة دبلوماسية لتقديم تنازلات سياسية واحد او مادية اتنين لقوة معادية في سبيل تجنب النزاع ابقى ده تعرف التسوية المكتوب في وكبيديا جبت من عندي لا ألفت لك حاسي لا فتحنا تسوية قدامك ممكن تفتحها لماذا لم تختار الحركات المسلحة والقوات او المجلس العسكري والاحزاب المدنية مسمى غير كلمة تسوية لماذا؟ انت فضل هناك لماذا سموها تعاقد اتفاقية اتفاقية السلام بين الحركات المسلحة القوات المسلحة الأحزاب المدنية سميها سلام لماذا سميتها سلام؟ سموها تسوية لماذا سميته تسويه غانونيا كده الموضوع ده رابط اختيار كلمة تسويه هل هو ده موفق ولا لا قال هنا تسويه الطرد أو التسويه في سياق دولي هي سياسة دبلوماسية لتقديم تنازلات سياسية واحد او مادية لقوة معادية من المعاد منه ده السؤال الاول في سبيل تجنب النزاع غالبا ما ينطبق هذا المصطلع على السياسة الخارجية لحكومات المملكة المتحدة لرؤساء الوزراء راميز ماكدونالد ستانلي بالدوين وبرزوهم نيفل تشامبرلين تجاه المانيا النازية وايطاليا الفاشية نعم وتمت بتعملوا الكلام ده في الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية التانية 1939-1935 كانت دي سياسة العالم الاوروبي والخارجي في حل مشكلة الحرب العالمية تقديم تنازلاتها لماذا اختار الشعب السوداني مصطلح تسويه احنا في التسويه السياسية دي يا صرفها هنقدم تنازلات من انتم الذين تقدمون تنازلات فضلا الحل في الاتفاق الاطاري اتفهم كلامك سليم واي يزول بعارض الحاجة دي هو فلول اتفهم انا لسه ما قلت فيها حاجة يعني هما من يوم الجمعة او الخميس منتظرين في واحدين عديل كتبوها والله يوم السبت حتسمع الفلول انبحو لحد ده السنة تكلمت عن الشهداء بري وتكلمت عن شهيدة مدرمان وتكلمت عن مصطلح تسويه لا الان ما احترطت ولا رفضت فما من حقك تقول عليه في الول لسه اصبر عليه انا نجايق انا دارك تشرح لي عرف المصطلح تبناه انت اشرح لي بس تعالي نسمع تسويه معنا شنو قل لك هو اتفاق على حل نزاع بين طرفين بشأن قضية غانونية ويمكن الغيام بذلك حتى قبل او بعد الوصول الى المحكمة تتطلب التسويات المنظمة دفعات على فترات دورية وتكون هذه النتيجة عندما يقوم المدعي والمدعى عليه بمقاضات بعضهما البعض في الدعاوي المدنية ويمكن ايضا انهاء النزاع دون الحاجة الى قضاء يبقى الموضوع باختصارك المتسوية في نفرين عنده النزاع عندك مشكلة مع زول العاوز منه قروش قبل ما نمشي المحكمة بيجيك بره اسمع دائركم والله انا دائر منك مليار اسمع نعمل تسويه جيب واحد من طرفك واحد من طرفين وانا قعد في طرابيزة شاهد عشان نسجل الكلام اها الموضوع شنو انا ما بقدر اديك مليار بديك سبعمية قال ليك المثل المال تلتو ولا كتلتو وانتو حتعمل شنو حتسجن الزول لحد السداد يبقى الزول ده حيقعد في الترباس وقروشك بره حتفكد غيمتها مع تغير الضولار احسن لك شنو والله السبعمية احسن لي لانه بعد ستة شهور المليار زاته حيبقى سبعمية اس المليار نقصت ثلاثة ورقات حلو قال المدعي والمدعي عليه يبقى فيه مشكلة غانونية قضائية محتاجين قضائحكم وين القضاء تفضل؟ يعني وين القضاء بحقكم؟ القضاء منه في الموضوع بتاع التسوية منه القاضي في المسألة دي آه الآلية الثلاثية والاتحاد الأفريغي والسعودية تاني شنو الدولة التانية الامارات يبقى احنا وجود طرف خارجي اللي هم الأجانب في المسألة دي فوكلر وغيره مهم ليه؟ لانه حاصل نزاع غانوني فيشنو غانونيا اخترغوه الناس ديلك هم مدنيين ولا عسكريين انت عارف الاختراق حصل وين؟ والله ما عارفين يعني هو ليه؟ في اختراق اصلا في مشكلة قضائية قانونية نمشي قدام وين المشكلة جات وين وين؟ انا ما فاهم اشرح لي انت قل لي احنا اخترنا كلمة تسوي اصرفة لانه في مشكلة غانونية المشكلة الغانونية في الانقلاب يعني الانقلاب نفسه هو حاجة ما غانونية فانت بيتعاقب عليها وانا باحتر وانا باحتر في تاريخ الحكومات الانتقالية والحكومات المدنية انا ما لقيت حاجة زي النموذج اللي هم دارين يعملوا قالوا فترة انتقالية نشارك فيها العساكر في الحكم ليه تشاركهم ليه تشاركهم في الحكم عشان تبقى مدنية كاملة دي واحدة من تطلبات السورة انا سألتك قبلي ثلاثة سنين ما هي كلمة مدنية انت ما عرفتها لي طيب الحاجة الاولى الحاجة التانية قلت يا اخي احنا حنشارك العساكر في مرحلة الانتقالية في الحادة واو دشي الحاصل في السودان نرجع وراء نشوف من سنة ستة وخمسة الازهري حكم حصل عليه انقلاب عبود تمانية وخمسين تقريبا صح او تاريخ السودان ما بينيني في كثير فالناس احيانا بتزال تقول لي يا اخي تبقل التواريخ خطأ اسماء الناس خطأ الاحزاب تاريخها هذا امر لا يخصني ولا يعنيني المخبطة ايضا قاعدة ملاو حاجات انت جربت قبل كده تعمل الفراخ باني بالعسل لا ولا انا فدار اعرف بيعملوا كيف اهم ليه من اعرف تاريخ المهدي كيف تهم منه مهدي غاد ثورة يا صرف ايوه اسمه المهدي لكن ايوه يعني جيشنه جدد للناس دينهم الديني كتاب المهدي في اصول البيوع نعم الميراس المهدي الكبير مش جيشدد الدين اي كده كتابه في موضوع البيوع شنو الموارس طيب الديني سند للمهدي الكبير جيشدد الدين في السودان الديني له حديث مرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليه هو حفظ القرآن من شيخه منه شيخه ده حفظه بالتواتر لحد النبي 27 نفر ما عمله طيب يبقى كيف مهدي نعم جيشدد لنا الدين وهنا كتب المهدي في تجديد الدين فضل الدين موضوع الصلاة احنا في السودان هنا مسافات قريبة نقصر كيف المهدي رؤية شنو في الموضوع ده الناس وصلوا مرحلة صرفة كانوا محتاجين زولي جيشددد لهم امر دينهم ايوة صحيح انا اتفق معك دخل الخواجات يعني خواجة ما مسلم عرس ملع مسلمة وغسب اهلا هلا الجنين ده صرفها حيطلع مسلم المهدي قال فيه شنو ولا حاجة خليفته التعايشي ولا حاجة كتاب التعايشي في الحجاب نسواننا كانوا يلبسوا الراحة المهدي ما جددد ده في الموضوع ده هيت عارفها الراحة ده شنو لا انا ما عارفو عارف النسوان كانوا ما عارفو طبي ما هدي جدد شنو المرغني داي ملك التجديد كارت كارتونة الديني جدد شنو لا والله طبعا احنا يعني أس المرغني حي ولا ما حي حفيد النبي ولا ما حفيده عنده رسالة متصلة بالنبي عن طريق الحضرة ايوة الزكاك في دولة علمانية انا ما حسأل زول ولا مفتو انا قاعد عندي المرغني حفيد النبي صاحب جماعة وانا بسوك في الحتة دي يا سيد الكريم بشر عليكم فانا تاريخ السودان دا ما بهمني التاريخ دا حصلت فترة عسكرية بعديها او حصلت ثورة بعديها بحصل انقلاب بحصل انقلاب عسكري او انه الجيش ينحازل الشعب زي ما احنا بنسميها عربي واضح ولا ما واضح ايوة واضح يا صرف حلو احنا عشان ما نمشي بعيده تاريخه غيره في ناس بعمل وجهها غضبني واحد قال هو قال بهدي واضح طلع زول اردول ساي اخوانا ما تنبزه اردول يا اخ تضيبه الاردول بالمهدي اردول طلع زول محتال يا من اه سفة دهمنه قاعد او يقول لك اذهب يمشي الامارات كخام ليه الامارات بتعمل بيذهبنا شنو انا والله محتر ايش يساوون بالذهب حقا بعد ذهب دا انا ما واقع لي يعني شنو احنا نديول لي والسبايك ليه ما نعملوا عندنا ما نجيب الهنود اللي بيدقوا الدهب هنا لان اساسا سعر الدهب عالمي واحد يعني صاح تصنحته في الهندي صنحته في السعودية صنحته في بريطانيا الدهب المشغول والدهب الخامس سعر واحد برصة عالمية طيب ما نعمل المصنع هنا ما تكلفة مدخلات الانتاج ما في حاجة مدخلات الانتاج يعني الهندي اللي بتديوه الف دولار في دبي عشان ادقاليه خاتم سراتية بسراتية واللي اسم اشنو المشاء الله كرسي جابر والمشاء الله طبعا ما تجيبوه هنا تديوه الف دولار بتفكليو دراهم في السعودية في دبي ثلاثة وسبعة مئة في السودان العلف دولار بعمل خمسمية وتمانين مليون تعجر له شقة ثلاثة هنود الواحد اللي بتفع فيها مئة والاكل والشراب بتاله بيحصل شوني يعني ولا اي حاجة لكنت بيصدره خام ليه 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 ما عندك جابر نرجع للموضوع تاريخ الشعب السوداني مع الانقلابات بيحصل ثورة بعد ما يحصل ثورة الشعب السوداني بيقوم بيقول ونمشي للجيش مشيهنا للجيش 2019 انا من هنا دارك تشرح لي احنا مشيهنا للجيش 2019 ابراهيم الشيخ اه طبعا عملية خشة التاريخ يعني العملية اللفت بين قلوب المدنيين والعساكر عملية المتسماش دي دي انا بعدين حطي بعناها روايات قديس عملية المتسماش والدكتورة العملة والشاكل بسبب زوجتك ومريم الصادق وخشة فيها محمد عربي وقالت لا تجي يا صلاح بوش في مصر ما تجي الحمد لله لنا السلام حمد لله السلام ليه جبل بيتنام يا اخي سيحتي للراجل يا اخي اصيغة اصيغة شنو اصيغة بلشنو حمد لله السلام وانت بتورينا ما لك يا اخي لما نسعلك انت شراكتك مع العسكر كان دواعيها واسبابها تدستلين الموضوع دي حاجات يا اخوان نيتم تفهموا ولما انتعمل عملية المتسماش تجي تورينا لا بجلابيتك انا ما فاهم انت بتلعامل معانا احنا سبتتانك ولا انت رؤيتك لين شنو ما فاهم انا خلاص خليك من براهيم الشيخ 2019 وقف قدام الغيادة العامة السبب الاساسي لوجود المدنيين قدام الغيادة العامة شنو تفضل لانه يا صرف يا اخي احنا احتجنا للعساكر ادعم تحولنا الدموقراطي المدني حلو ولانه يا صرف الدولة العميقة والكيزان كانوا ممكن يحيلوا البلاد الى دماء حيلوا وتاني اسباب شراكتك مع العساكر وحتى لا تتحول الدولة الى شلال دماء واشلاء وينفرط عقد الامن ممتاز دي اسبابكم يا محمد الفكي ويا ابراهيم الشيخ في شراكتكم مع العساكر تمام صح اللي هو العسكر اللي اخترتوه انت اسمه البرهان والاسم حميدتي والاسم كباشي موجودين حتى الان ايوه اسباب شراكتكم مع العساكر زمان 2019 هل ما زالت قائمة حتى اليوم فضل سؤال صعب شوي يا صرفة حلو لما نمشيت 2019 احنا كنا برا فاكرين انكم هتشيلوا الحكومة المدنية الخالصة ودور الجيش لحده هنا انتهى اتضح انه في شراكة مع العساكر وصل ال67 33 انا ما كنت عارفه طيب البرهان طلع في مطمر صحفي قال يا اخي هاكم المدنية حقتكم جيبوا لي اسم 17 نفر اسلمون الحكومة حصل ولا ما حصل حصل غصبا عنك طيب وبعديها قام المدنيين مشوا الغيادة العامة قعدوا وعملوا مطمر صحفي طلع فيه الودة الاسم محمد مدني اللي تكبكب فيه ورتراجف قال احنا عندنا خلافات مع بعض لحد ما نصل فيها ليه الرؤية ممتاز البرهان قام انتظرهم بعد شي قالوا لا حنكون شراكة مع العساكر فضلوا الاعتصام اللي هو دي الصدمة زي عملية الانقلاب الصدمة نشرح كلام اسباب شراكتك مع البرهان تحديدا وحمدته هل ما زالت قائمة ايها المكون المدني ولا لا السؤال دا كده واضح يعني انت شاركت البرهان لانه البلد كانت حتمشي الى هاوية ولانه العساكر كانوا كده ولانه الكيزان كانوا مستربسين بسورتنا ولانه لانه الليلة احنا 2022 هل ما زالت البلد محتاجة شراكتك مع العساكر مبررك شنو حسي في التسوية دي مبررك شنو مبررك شنو انه انا ما قادر استوعب لانه الفترة المدنية والانتقالية او نسميها انتقالية بتحصل فترة تحول انتقالي قبل الديمقراطي بعد ثورة في العادة ناخد السودان نموذج كل التحولات اللي حصلت الجيش بيستلم السلطة وبعدين بيجوا المدنيين بعد فترة ديمقراطية او نهاية الفترة الانتقالية بيستلموا السلطة عن طريق انتخابات دي الحاجة العاية شفناها ومريم الصادق وعبد الرحمن الصادق وصديقة الصادق شافوها في ابوهم حصلت ثورة 1985 استلم الجيش استلم وزير الدفاع اسمه عبد الرحمن سوار الدهب بعد سنة قام سلمها للحكومة المدنية سنة واحدة واحدة وكدهك لا فنت لا في عربات لا طيارات لا اي حاجة عملوا تعداء السكاني وعملوا صناديق اقتراع ووزعوا دوائر والمسألة نجحت وفاز الصادق المهدي فوز وقام في تحالف بتاع حزاب وصقطوا التراب في صحافة وقصص طويلة جبارة في سنة واحدة في سنة واحدة العملية نجحت في الفترة بتاعت سوار الدهب ما شفنا شراكة بتاعت مدنيين في فترة انتقالية كان ورئيس الوزراء الجزولي اعتقد حتى الان هو وحي الجزولي هو كان الرئيس الوزر المدني ما كان فيها خلافات بتاعت دستور وبتاعتنا الحاجة القريط يعني الخرابيط القريط ما بقرة تاريخ سودان وقال 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 فهنهم المحتار ليه والان انه اصرار المدنيين يشاركوا العساكر في الفترة الانتقالية اسبابكم شنو قال لي يا اخي عشان نضمن التحول المدني اشرح لي عشان نجيب رئيس الوزراء مدني اشرح لي عشان نضمن انه نصيغ دستور لحكم الفترة الانتقالية اشرح لي حتى نتحول البلد ونقوم مؤسسات العدالة اشرح لي يعني عشان تعمل شنو انت ليه حسي مشارك البرهان في فترة الانتقالية الاولى ما هو الجرائم في الفترة الانتقالية الاولى عادي هسي ممكن تطلع تقول يا اخي الفترة الانتقالية الاولى الثلاثة السنوات الفاتت كانت بسبب العساكر لانه البرهان كان حاكم والبرهان ما مدني وده سبب كافي انه نزحهم لكن بيجي السؤال الاول انت المشجبتهم جبتهم ليه لانه كان فيه اسباب بتدعو انه الناس دين لازم يكون في المشهد يا صرفة الى درجة انك انت مشجبت حميتي الى درجة انك سوقت ليه حميتي حميتي حامينه من الطرف التالت الناس دين عارفين الكلام ده ما تنكروه ما شاءت قلت حميتي حامينه من الطرف التالت سؤالي لك استراتيجي اكتبه عندك عزيز المستمع زالت قائمة الفين اتنين وعشرين يعني حس انا ممكن ايجي اقول لي حميتي والله ما دايرنك ياخي شكرا لك لحد هنا عفو الله بما سلف اتفك فك بقدر اقول لي الحاجة دي ولا انتو بتيجي تقولوا والله حميتي حامينه والكهزان والدولة العميقة ما بتقدر تقولوا كلامنا لاحظت النغمة بتاعت الطرف التالت اختفت اليومين ديل ليه ما انت قاعد معهم في شراكة مشاركين المؤتمر الشعبي وديل اسلاميين شاركوا في السورة والشهيد احمد الخير وهشام الشواني قادر المواكبة وصرفة اتفك معاك لكن انت قاعد عودة المؤتمر الشعبي للمشهد لشنو معشان يجي داخل جواه المؤتمر الوطني نعم ما من حقه يجي ويجي ويقول لك ياخي الزلده اسلامي وعضو في المؤتمر الشعبي بتقدر تقول لهم شوني انت ما انت مشارك غيادة المؤتمر الشعبي كحزب اسمه موجود مش اختاروا ليه هون لاعب بتعكور اسمه امين حسن عمر قدوه عضوية المؤتمر الشعبي دخلوا معاهم نت حتى غيرت تقول شوني يعني زي ما احسي على المرغني بتفرع ثلاثة اربعة احزاب ولده حسن ده الليل طلعوا فيه بيان قالوا فصلوا من الحزب ما فصلوه معد ما كوليه حزب جديد وحيخش ياخذ من الكيكة بل ليل حيتلاقوا في بيد عمك المرغني كما اخذوا الرضا وما بينوم وكم ما اخذوا الرضا السفير البريطاني ما بينوم الشاكله اي صح وابراهيم الشاكل مع جعفر اي صح لكن في النايل اميهون اسمه المرغني حسي جعفر المرغني ده شي اللي اسمه المرغني ده بره جعفر ده حسي بيت لاتة تفات ده تشتري غيمه في اي سوق سوق الرجال زيرو اصحاب الحكمة زيرو زول ما عايش في السودان اصلا زيرو الوضع الطبي في السودان يوم اتكلم ليك عنه ما كان مساعدة البشير كم مستشاره زيرو لو لا اسم المرغني ده لكن ما حاصله خلاه اتا حمار انا ما عادر اسمع كلام فارغ في النهاية مش اسم المرغني قاعد اي ده السبب اللي بيخليه عنده حق انه يكون حزب ويتكلمه معاه اتا اتا نهايتك شنو اسمك شنو سوداني اه يا الله قوم قيدي اتا ما عندك ملجأ الا صرفه يسمع اه يهو تعليغاتك وناخده ندي جهتك الوحيدة صدرك الحنون طيب ممتاز انا ما فاهم المشكلة اصلا شنو والله نعم المشكلة اصلا شنو الحلول بتاعتك ديها صرفه ما تيجي تقديمه لينا وكتر رجال مشوا قدموا الحل اتا كنت وين انا قاعد يا بيبي في مشكلة في توصيل طريقة الحل امبارح الواسغ البريركان بيتكلم في قناة العربية فلما نتكلم عن العدالة الانتقالية وحقوق الشهداء قال حنعمل لأسر الشهداء مؤتمر ونسمعهم ويقولوا الدارين انا نصا ما احافظ كلامه لانو دس فيه ساي الزول دا قال يا اخي في موضوع العدالة الانتقالية حقوق الشهداء من تسعة وتمانين ايجوا نعمل لهم مؤتمر نشوفهم دارين من شنو ونعملوا كيف يعني حق الشهداء دا بسببه يعني احنا ماشين في شراكتنا مع العساكر والحصانات اللي اديناها لهم لكن اي زول عنده مشكلة مع العساكر احنا حنديه مؤتمر ايجوا ورونه دارين شنو اسر الشهد يجي قعدوا يمسكوا الماكرافون وشكل الدور فيهم قحاتها طبعا فيهم قحاتها فيهم كيزان اسر الشهداء من تسعة وتمانين حتلمهم السلام عليكم عليكم السلام دارين تحاكم مبنون فيشنو والله دارين حاكم البرهان حلو انت اواسغ البرير معاك بريهم الشيخ حكومة الشراكة مدنية قاعد انت وزير عدلي عبدالباري او رديس وزراء بامت واحدة من الناس تسعة وتمانين قالت ليك يا اخي من تسعة وتمانين قامت الحكومة بتاعت الانقاذي الفين وثلاثة البرهان قاد متحرك ومعاه كان مدير الاستخبارات اسمه ابن عوف ضربوا لي غريتي وكتلوا اولادي ودي الملفات بتاعتي ودي القضايا ودي الشكاوي انت كعبدالباري حتعمل شنو والله يا اخي انا حمشي ارفع قضية واوديها للجنة ممتاز اللجنة حاش انت تتكون دارة تمانية شهور ما احنا عارفين نظامكم اللجنة تكونت حنكون نيابات خاصة بقضايا دارة فور حنقسم الملفات الموضوع ده بعد سنة وتمانية شهور من الان بعد الاتفاق يعني بعدها ستقوم بنفرز القضايا طيب البرهان طلع متهم متهم يا ابراهيم الشيخ لانه في الوسيغة الاولى مكتوب بنت انك تكون ما ادنتا بجريمة اخلال شرف الفيش والتفيش بتاع البرهان وينو يا ابراهيم طيب احنا دارين نعمل حصانة يا صرفاء اتفق معاك اعملوا لون حصانة ودارين نعمل عدالة انتغالية عشان البلد تمشي انا فاهم البرهان ده عدالة انتغالية من 2019 ولا من بعد 2019 تفضل جاوب يا ابراهيم الشيخ 2019 قبل 2019 البرهان متهم ولا ما متهم متهم في جرائم في دارفور انت عبدالباري حترفع له قضية ولا عنده الحصانة بتاعت الفترة الانتغالية اللي انت بتحصنه بيها الان اللي هو معاو حميتي حميتي ده 2003 كتل ربع السودان ربع السودان ده حميتي كتله والله ده اتهامات جزافة لانه كنت عنصري خلاص انا متفق معك في ملفات قالوا فيها حميتي كتل عنده المعلومة دي طلعك تيبها حسي في اللايف ده الحصانة بتاعتك دي ما قبل 2019 ولا ما بعد 2019 محمد الفكي قال الحرية والتغيير 2019 غير الحرية والتغيير 2022 قال في اللايف وانا شغلت ليكم فواحد قطع المقطع ده وواحد علق قال لك الانصرافي كوز بيألف وبأول كلام محمد الفكي هتمشي من ربنا وين والله انا شغلت لك محمد الفكي قال عديل تيدي تقول لي اخي انا كوز عشان بأول محمد الفكي هو هقاعد مع العساكر هسي طيب يعني تبعدين هتمشي من ربنا وين انا بدا كله سألك بس في الترتيبات العدالة الانتغالية دي ما قبل 2019 طيب ما كنتوا عارفين هم مجرمين شاركتوهم كيف وين الفيش والتفيش بتاع الفترة الانتغالية الاولى كباشي ده مجرم اه مجرم العدالة الانتغالية 2019 رمضان يوم 8 حصل هجوم من الدعم السريع او زي ما قال محمد الاصم قوة ترتدي زي الدعم السريع قامت بقتل المتظاهرين 17 شيء اللحظة ديك اللجنة الامنية اصدرت التعليمات للقوات دي اللي احنا ما عارفين منه واللجنة الامنية اللي احنا عارفين منه محمد الفكي وابكر فيصل وخالد سيلك ومحمد الاصم في المؤتمر الصحفي قالوا المجلس العسكري مسؤول مسؤولية تامة من دماء الشهداء اللحظة ديك اللجنة الامنية دي كان فيها عمر عمر منه الفريق اللي عنده دي جين ده ده والفريق اول بتاع الجوية اللي هو قال هما قال اني مسكينة نقع بليهم من حماية تي في المؤتمر الصحفي عرفتوا اسمه طيب وفيهن وزير الدفاع اللي توفى في جوبا وفيهن دمبلاب وفيهن تاج الدين الفريق بتاع اللي هو السلام بعد صلاح قوش دي الحسي احنا هنحاكمهم ولا نزلوا يعني هسيح لو نجيبهم بالقضايا يعني العدالة الانتغالية دي اخدوا هم ذاتهم حصانة اخدوا هم نفسهم حصانة يعني ولا هنجيبهم ونخليهم الموضوع ده يتقفل عليك ده وسر الشهداء نعمل لهم مؤتمر ويوم 19-12 يبقى زكرة للشهداء تجيبوا شموع وصور اولادكم ومعاكم فوكلر زي ما عملوا السنة الفاتد زوي الشهداء مع فوكلر يعني عادي دي لأولادنا الصرفيت ايش ده خلق عبر عنهم بشموع ودموع على عدالة دي حتصل ديل اخدوا حصانة نفسهم اللجنة الامنية الاولى اخدت حصانة طيب ما فيه في يوم 6-4 11-4 5-4 شهيد بابكر ديل كله هنا اللجنة الامنية دي مدانين معاهم اخدوا حصانة كباشي ما كان في اللجنة الامنية حقة البشيرة الاولى والتانية والتالتة والجديدة داخل معاهم برهان دا ما داخل في ديل كلهم من 89 كان دا لابس دبورة داخل في الحصانة اه امشي عدوا للموضوع دا قبل ما توقعوا لانه احنا دارين نص واضح تأملوا بين ناس ديل رجالكم ديل اه لانه انا ما حسيبكم والله حسيك هاس العالم الناس مشغولة لحة طنبية ليهم فوقت والله والله جد طيب نبدأ كلامنا بسم الله الرحمن الرحيم السكوت في الوضع الحالي والشي اللي بيحصل في السودان وانه اي زول اعتزل العمل السياسي او العمل الثوري او يقول والله اخ انا ما عندي شغلة البلد تمشي محل ما تمشي او انا والله قدمتها دي اسمها خيانة خيانة لله وللشعب وللوطن كل الناس اللي في اي حتة يا اخواننا وتي حتلاك فرصة تقدم حاجة للبلد دي لازم تقدمها الان واحد اي زول يطلع يشمت في الشعب السوداني اختيار الشعب السوداني خطأ جماعي ارتكبوا الشعب السوداني في كلمة سير سيريال بشير في كلمة حمدوك شكرا حمدوك في كلمة الحرية والتغيير تمثلني الان لما نطلع لايفات او نكتب بوستات نطلع نشمت في الشعب السوداني دي خيانة الليل ده ما وقت شماته الليلة ما وقت شماته في المقام الاول ما جاي النشمت ولا جاي انه قول جنة ولا انت قلت ولا كلامك ولا قطع عليه المقطع لا 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 دي اسمه اخيانا البلد دي الان ما شاء تتفرتق تتفرتق يعني شنو بلد البلد هي اقليم لغة دين مساحة ارضية بيتلموا فيها الناس الحاجة دي هتتتفرتق الان ما شاء تتفرتق كل السيناريوهات والتوقعات سيئة نقعد نتفرج نقول والله يا اخي احنا ما قلنا من انت عشان تقول ويتمنوع عشان تجف لك قدام 40 مليون تحاسبهم من كبيرهم لي صغيرهم ما قلنا الجرائم ماتت المرأة انت حتطلع تقول ما كلمناكم ما قلنا ليكم دي ما اخلاق وده ما وقتها طيب حسي احنا تخطينا قدام خيارات قالوا اسمها تسوية وترضية وعشان البلد تمشي يا صرفة ممتاز المشكلة الاساسية الاولى انهم هم مش قدموا حل انت يا صرفة ما قدمت حل انا قدمت حل في منبر المنبر ده حد هنا الاربع انفارل بيسمعوا ديك وما بيمشي قدام انت ما ورعتني الالية المفروض انا اشارك معاك في السلطة دي وقدم حل ما ورعتني لا مشيت انت براك عانيت وتحملت يا اخي الاسلك طعونات في اخلاقك وطعونات في زمتك وطعونات في سلوكك وطعونات في حزبك اول مرة وتاني مرة وتالت مرة ليه بتعمل في روحك كده ما تقول ليه يا صرفة يا اخي تعالنا عمل الحاجة دي انا المواطن ده قل ليه يا اخي دارنا خدت الينا الصندوق المزيعة سألت الواسغة البرير قلت ليه يا اخي اتفاقية تكون دي وين قلها الاتفاقية مبزولة في وسائل الاعلام بزلتها وين انا ما شفتها ما شفتها يا واسغة البرير الاولى والتاني والحسي هتوقعي وما الاثنين انا ما شفتها عشان اعترض عليها طيب انت بتقول ليه يا اخي احنا قدمنا حلول انت ما قدمت حل انت ليه مجهد نفسك تقدم الحل الطلب منك الحاجة دي منه الطلب منك الحاجة دي منه انت شايف في شنو حاصل في البلد والله يا اخي العساكر مسيطرين على الدولة ما مشيت انت قعدت مع العساكر اول مرة ومشيت انت حسي قعدت مع العساكر اول مرة ومشيت انت جبت الحركات المسلحة اول مرة وتاني مرة وجبريلا جبت وانت ذاتك الحس انت ما قادر تتخلص منه ما قادر تتخلص منه الا تصل عن طريق تسوية الحزاب السياسية في السودان بتصل الكراسي عن طريق دماء الناس دماء التاريخة عشان كده انا ما بحفظ طريق حزب في السودان عندنا كم شهيد عندنا اربعين اكتبوا ليه في اللستة وراح المساعد الصفير الامريكا قوم ليه ثلاثة منظات عمل ليه موكب طلع في السوفة وقاع المدينة اه والله شهدان ودماءنا وداون داون يو اس اي اوكي جيبوهم دخلونا للحكومة المدنية ناس غير كفاءة وغير مؤهلين اديهم حكم السلطة بعد شوية قعد يتبكوا ليه ما قلنا ليه هنا العساكر دي كل مرة بيخدعونا برهام ما عنده كلمة برهام ما عنده كلمة انت ما اشيله وليه انا ما استوعبت بتما تقول للبرهان يا اخي الفترة الانتغالية دي هاي ستة شهور لكن ما بفكة انت امشى قل له ستة شهور وانحنا مارقين منها مخللنا لك دا دار حزب الامة اضربوه جير افتح الابواب اعمل لها اللمبات الاصفر والاخضر والبتاع ندوه 24 ساعة نروج الى اهداف حزب الامة افتح لها الحزب الشيوعة داركم وين داركم وين ما عارف انها وحس الحزب الشيوعة مطلع في الجرائد انه يدعو ويهيب بعضويت وانه ابنه ليه والدار الان ان 1939 الان دار تبني دار لما كنا مشغولين في الشوارع يا صرف انا اتفهم قل للعساكر ديل ثلاثة شهور ليه شارك حمدتي ليه شارك البرهان ليه اصل معه تسوية ضمانات والفترة تستمر خمسة سنين قال لك يا صرف انت في الفترة الفاتت من خمسة وعشرين عشرة كنت بتأسس لوجود العساكر كيف يا اخوان قالوا الانصرافي قادة المواكبة المطلبية قال نودي الناس وزارة الكهرباء اتغي الله يا زول انا ما سميتها مطلبية انا ابتع مصطلحات انا مصطلحاتي انت ما بتستوعبها والله يقول لك كده ما قاعد يقول مصطلحات قلت نمشي الكهرباء ليه عشان نضغط الحكومة دي في حاجة كل الناس قاعدين متضررين منها انا في الشارع فقدت الغيادة وفقدت المواكب والدليل انه حسي على المواكبة اللي بتطلع دي الناس اللي كانوا بيطلعوا معاك ديل بيطلعوا في مواكبة الكرامة النقص شنو بين مواكبنا ومواكبة الكرامة القيادة والمطالب والاهدف اه ما احنا كنا لكن احنا ما قلنا ليه هم يوم 25 نسقطوا كلهم بما فيونا البرهان وبعدين لا بس قينا عزلنا حمدوك لانه كان مختصف في بيت البرهان طلع حمدوك من الموضوع بعدين 21-11 لا حمدوك ذاته يسقط خاين بس الاحزاب ما تسقط لانه احنا كثوريين مع الاحزاب وتنسيغيات بعد من صقت العساكرة صرفة حنجن حاسب الاحزاب احنا عارفينهم خوانا يا سيد الكريم تبتغير في شعاراتك الناس قاعدوا في البيت في سنة واحدة السماء قاعدوا وما يطلعوا معاك الخلل فيك طب تعال نمشي الكهرباء نقول ليهم حسع دي تنزلوا سعر الكهرباء توفير لي انا حعمل شنو حجيب الزولة في البيت اطلع معاي ما حرف اي شعار ولا حرف اغاضبون ولا حرف علم الحزب الشيوعي ولا حرف حزب الامة ده موكب شنو ما سياسي ماشيين بس الكهرباء ليه ماشيين الكهرباء عشان نتعلم طريقة انو نغير ونقدب الحكومة وهي قاعدة ونشوتة ما يحصل خلل طيب هو الاستعمار دي عن شنو كلمة استعمار حاجة خارجية كده يا هو اللي بيحصل في سودان الان اسمها جاية من اعمار فاحنا احتلونا دول بدت اسبانيا البرتغال وبتاعه شنو وبدت القصة بتاعت الاقطاعيات انت طبعا كزول الحزب شيوعي عارف من وين جاي كلمة برجوازي اللي هي بالانجليزي برج فهي جاي من هنا قاموا زمان الكنيسة الملك الاقطاعيين بيشغلوا العبيد بتاعنهم في المزارق ليقوا الموضوع ده مكلف الملك قالوا يا خانا برس الجيش ما تعملوا الحاجة دي قام الاقطاعي عمل له برج برجوازي عندكم عدة هاي شغل العدة دي في المزرعة وانا براغبك بوفر ليك الحماية بعد شوية القروش بدت تكتر الاقطاعيين والعمال بيقى تدخل ليهم قروش قالوا احنا ما نهاجر ونتاجر في قروش كثيرة في وفرة زراعة شنو بتاع كده ركب ليسا فينا ديش في لي في 1500 بيجاي البرتغال كده خش ليك كولومبوس بتاع أوكر وروك جاء هنا بيجاي طبعا بيجاي ما كان بيقطاع البحر اللويض المتوسط اللصطولة العثماني قاعد سبتك يا صاحبي حلو بعد شوية بدل الاستعمار انا خش كده قال ليك افريغيا هدية الرب إلى اوروبا والله الخام كله من هنا بس عبيد وخام حتى كان في القضية بتاعت السفينة الرمت العبيد في البحر علىون تأمين قالوا يا اخي القروش ما بيتكفي الاكل ما بكفي في السفينة ارميهم في تأمين على السفينة احسن ندفع التأمين ولا نجوع كلنا اه ارمي العبيد في البحر ده تاريخنا بتاع افريغيا ممتاز ايوه استعمار يعني شنو يعني عمر انا بريطانيا دخلت السودان عمرت السودان عملت سكة حديدة عملت مزارع عملت حواشات عملت سد عملت روسيرس عملت محالج عملت السبعة وزمتة امرك اخلي الموضوع ده ولا احرسو سؤال بسألك لي بتمرك تخليو ولا اتحرسو بتحرسو بتحرسو بايشنو كانت في التوقيت ده متوفرة حاجتين الجماعات الاسلامية والجيوش العسكرية عشان كده لما نقلنا احنا الجيش ده ولادة الاستعمار والدولة العميقة الناس كانت بتكذب امسك اندونيسيا امسك مصر امسك اي حتة اول من اطلع الاستعمار بمسك الجيش ليه ما لانه انا لو مركت البلد بتبقى فوضى شنو يعني يعني خيرات دي ما احتصني فانا اخدت ليهم الطرق الصوفية الجماعات الدينية يعني مثلا المهدي وسلالة المهدي ما مات خلاص موضوع انتهى لا السلالة تستمر المرغني ما الكبير مات واسد الرسالة ونور الامة وهدى لا المرغني استمر يا زول والفتوى بتاعته في كتابه وقال ليك الصفحة 109 المرغني دزعت وقال ليك يا اخي وان ضاغط بك الاحوال فقل يا مرغني يا مرغني ها والله انا كانت ما معاي في وقت قسما بالله حلنا يا مرغني انا قور اكتلو قدامكم ما جاني ولا حيجيني فالاستعمار عمل شنو الطرق الصوفية الطرق الصوفية طبعا تصورك ليها اللي هو زي النموذج الموجودة الحسي بتاع الشيخ اللامين ده الشيخ اللامين ده يا اخواننا خليني لعن رجلك بس على الحتة دي لانه كثير اتكلم فاقمس ومعليش الظروف ما ساعد الشيخ اللامين ده بيعمل شنو بلما الناس ده قال 70 و 30 في الطيارة 70% رجال و 30% الموضوع ده بيلاقينه وين بيلاقينه في صلح النساء لما وفد المدينة جيل النبي كان فيهم 70 راجل و 30 مرأة اذا صحت الرواية بتاعتي فعشان كي سموه صلح النساء لانه ما تفرضت فيه جهاد بعدين جوهم كلهم الرجال فبيقى بعد داك الجهاد وقصة الهجرة اللي انت عارف فهل زول لا استلقى الموضوع ده وهي وممكن احتمال شيخ اللامين استلقاه من هناك طيب شيخ اللامين ده ما سافر يا صرفه وهدى الناس الى الدين في نظرية بيعمل الشيطان قول انه زكي الشيطان ده زكي ايوه زكي شفت ايوه شفت ليه لانه قاري وعارف انه لما يوسويسليك يقول لك ارتكب سيئة ربنا عادل ورحيم السيئة اللي انت بترتكبها دي ساركتها تفاحة بيكتب لك سارك تفاحة سيئة رغم واحد طيب الصدقت بتفاحة بيكتب لك حسنة وبعدين الحسنة بيعملوا جنبها علامة لا نهاية ميتة الحسنة تضاعف واحد نين تلاك لكن السيئة بتتكتب هزاتها فالشيطان قاعد كده يقعد يوسويسليون كله وازولي جاء اخر الليل استغفر الله العظيم من كل زنب العظيم رساله السلام كان بيستغفر في الميجلس في رواية سبعين في رواية مية يجو زاله قول لك باستغفر الف وستمئة در تفوت النبي انت يعني ولا اشنو لأ طيب اللي بتعمل فو ده كلام فاضي اللي هو البدعة شيخ اللامين جاء بمرأة غنت قال يا اخي احنا بننشر في الدين او لتغني غناك انت وتنشر الدين ولا تغني قول هو الله واحد هو الدين ده نزل قصيدتك انت لا مدحتك انت لا نزل قول هو الله اعداي ما تغني قول هو الله اعد غني صحيح البخاري لك يظهر تنشر دين طيب اللي بتنشر فيه ده اسمه بدعة هل شيخ اللامين ما نرقد بالليل جاءب الفنانة والقونا وقال يا اخي تبتحتغروهم واحنا دارين ندخلونا الدين ما تدخلوه المرة دي شوفت سكرانة وماسكا مائكة قدامك في الجنة لانها بتستغفر ربنا غفور رحيم انت ما بتستغفر في زنبك اللي هو انه انا بقعد اغني ليه الله قعد اغني ليه الله ومؤمن انه ده دين اسمها بدعة الشيطان هنا انت كده ركبتها فهمت الزكاء وين ايوة فعشان كده موضوع البدعة والطرق الصوفية وياخي خليهم علم الناس وهداهم ما علم زول ولا هداهم لكن انت في السودان ده انا بحييك كمسلم والله احنا مفروض نضحاضة نحسي ليه لانه انت اخر مرة قاريت تفسير بيتين ما مزكر قاريت فقه بيتين ما مزكر قاريت شروحات النووي بيتين ما مزكر البيوع ما مزكر صلاة الجنازة ما عارفه الغسل الصحيح ما عارفه الدينة حديث متواتر عن النبي بنية الاسلام على خمسة الدينة الراوي حقه واطلع كده 28 راوي ما عارف طب انت مسلم كيف ما عارف والله يا اخي دي محتاجة برابو فيزول كل الظروف دي لا بتقرأ تفسير لا بتقرأ تيويد لا بتقرأ فقه لا بتقرأ مد لا مدتين وانت مسلم في كل الحروب اللي بتحصل وغنات م تي في وغنات بي بي سي وغنات كل الحروب وانت مسلم وبتصلي ايو والله احنا الحمد لله يا اخوانا نحمد الله عز وجل احنا والله في نعمة احنا في نعمة والله نحيي بعض عليه لكن يجيك شيخ اللامين ده هو الزنب اللي بيعملوا شيخ اللامين والمعاهدة ما ما فو استغفار ليه لأنه هو مقتنع إنه ده دين صلاة تمام ذكر تمام صلاة مع مشكلة هي القاعدة بتاعت الدين الصوفي الجديد اللي هو لا فو حدود لا فويحة كله تمام صلاحيخ المردي ماشي معك بدون محرم انت زول شيخ مرجعية في الدين النبي قال شنو في سفر المرأة براها بدون محرم هو طبعا لأنه انتو ماخدين الدين ده بلده وسطي وسطي كيف يعني الرسول كان مشدد تفتكر إنه انت بتحب مرتك أو بيتك أكتر من حب النبي للسيدة عايشة لا ما هي جات قل لها قلت له يا أخي لو جات ليلة الغدر ده أقول شنو اللهم إنك عفوه كريم وتحبه العفو فحفو عني نقطة عربية انتهى اللهم ارزقني ما خلاص إنك عفوه كريم وتحبه العفو فحفو عني ما ده السهم إنك النبي عشان تجي تقول لي أنا وسطي وعارف لا ما ده وقلال لك نجف رمضان حسي الإمام يقف ثلاثة ساعات يدعو اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيام يا أخي ما قلت اللهم تقبل صلاتنا أوجز يختصر بليغ انت ها الموضوع انت دار تجيب شنو جديد عشان كده ما في حاجة ما تشافوك ما تعمل ليفا متفلسف فالبدعة انت ما بتستغفر فيها عشان كده بتلبس اللي بعمل فيه شيخ اللمين ده هو نشر البدعة إحنا والله ما عشن شيخ اللمين نذكر الله بتزعج في الجيران بالنوبة بتاعتك يا زل ده الذكر يا زل النزل بيسبوليك بلا ذكر بلا بتاع معاك أنا ما قلو ما لك تذكر ولا ما تذكر ما ده وقلال لينوبة هنا يا أخ إحنا دارنا ما هذا بتعمل أي حاجة وتطلع تنقط ليلة المرأة النبي نقط للمرأة لا طيب هيتم يا شيخ الموضوع ده ما بيأخذ منك بدعة لكن الشيخ اللمين ما بيستغفر فيها يبقى كده راكب فالة يوم الدين وقع عليك الشيطان شفتنته السارك الزاني السكران أحسن من شيخ اللمين دي بتلاتة عالف مرة لأنه في النهاية بيستغفر ربنا بتوب عليه وينتهى الموضوع الاستعمار لما جت أخي للبلد دي أخوانا خدت فيها حاجتين الجيش يضمن له أنه البلد ما تنفرض والشعوب كلها بدت تتحرروا حركات ثورية جاب لهم الإسلام حركات إسلامية الصوفية ديالي أخوانا قلنا في تاريخهم ضد الاستعمار عندنا خمسة حركات صوفية كانت هي منارة الحركة الصوفية السنوسية سيدنا عمر المختار الواجهة للاحتلال الإيطالي كان هو مربي أسيت تمشي المسيط بيقول لك بيقوله للشيخ شنو أبونا لأنه هذا النموزي لقدامك بيربيك وده دور فعلا حسي شيخ اللمين دي تقول له أبوي أسيت تمشي المسيط بيقول أبوي أبوي الشيخ فهو فكرة المربي الشيخ كان عمر المختار نموزج في الصومال حركتين صوفيات واجهوا استعمار واجهوا حروبات واجهوا المهدي دي ذاته الحركات الصوفية كان عندها دور ونشر الدين والجهاد ما في حركة صوفية حسب ترفع لا إله إلا الله ولا الجهاد ما عندهم كلام زي ذا فوكرة الرائجة ودي للشيخ ما عنده مشكلة طيب يا أخي احنا التعاول مع الزلد اللي هو في خياش يخد جيد كده يورينا يا أخي المزاهب الأربعة في تعاملنا مع لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وفوكرة دي راضي عنك يا إنت كذاب يا ربنا سبحانه وتعالى قال لك يا أخي تعالى الله يتعا من التشبيه قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى مين يجي يقول لك والله إحنا كفوكرة الراضين عن مسار العمل ما ركتم الله قال لك لن ترضى عنك الرضو عنك انتهى موضوعك خربان أنا شخصيا ما دار الحاجة فالاستعمار زمان قلنا خلي الجيش وخلي الحركات الصوفية دي وخلي الجماعة دي لأنه الاستعمار زي بريطانيا دي في السودان كانت نظام رأسي مالي فبعديها كانت الحرب بين أمريكا بعد الحرب العالمية وأمريكا وروسيا الحرب الباردة أي دولة طلعت من الاستعمار الرأسي مالي كانت بتتلبفت وين روسيا قاعدة بتستلمك طوالي حزب الشيوعي يرسلوا ليك المدافع والجيمسري والرشاشات تبقى نظام اشتراكي يبقى الشكل يا معلم عشان كده كانوا قاعدين العساكر دي ما في القوة ولا حي في القوة ليوم الدين ما في القوة دي للدولة العميقة إحنا قلنا مطالب أو مواكب عشان الكهرباء والغير وقالوا أنا بأسس بشرعي للانقلاب ما شو هم قاعدوا معاه الآن ومضوا معاه اتفاقية أطلعوا قولوا للشعب السوداني إن عندكم زروا إنت الأسي أسع البرهان ده قاعد بوسيغة جديدة طيب خطورة الوسيغة الجديدة دي شنو فيها بنت بتكلم عن الدعم السريع قال الدعم السريع يدبع لرئيس وزراء مدني الله أكبر صفق برافو أحلى من كده ده شنو انت يا صرفه قدرنا نتبع لك الدعم السريع ليه قدرنا نتبع لك الدعم السريع لرئيس وزراء المدني ممتاز يعني حسي الدعم السريع علي رئيس الوزراء المدني ما هو تفسيركم لهذا الحدث الكبير الجميل والله تاني يأتمر الدعم السريع بأوامر الرئيس الوزراء المدني اللي هو كان بيأتمر بأوامر منه رئاسة الأركان والقوات المسلحة والبرهان لكن حسي لو جاء حمدوق الدعم السريع دي يكون معاه ليه ليه الشرطة ما بيقات تابعة لرئيس الوزراء المدني ليه الجيش نفسه ما بيقى تابع لرئيس وزراء مدني ليه الدعم السريع القال وليد شرعي من الجيش بغانون الجيش 2013 تابع لوزارة الدفاع الآن يصبح يدبع لمكتب رئيس وزراء مدني عشان كلهم يخضعوا له ويا صرفه ضد الحاجات المدنية بيبي ركز معي دولة فيها جيش اسمه الجيش السودان الدعم السريع والحركات المسلحة دخلت باتفاق قالوا يتبعوها للجيش صح؟ احنا كنا مطمئنين قلنا العساكر المدنيين حينجزوا الحاجة دي مع العساكر وكده في المرحلة الجاية بدل يوعدونا انه يحلوا المشكلة قالوا لا الجيش الدعم السريع ده تبعنا لرئيس وزراء مدني اتعارف انك مركتوا من وين مركتوا من وين مركتوا من هيئة الاركان شوني يعني مركتوا من هيئة الاركان تحت القوات المسلحة تبتتكلم عن تمكين وتأسيس و تأسيس شكرا